اشتركوا في القناة ورعا إلى جمهورية الصين الشعبية تلبية لدعوة من فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة وما نتج عن الزيارة من إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية وتعزيز التعاون الودي بينهما مؤكدا المجلس أهمية المباحثات الرسمية التي عقدها جلالته مع فخامة الرئيس الصيني والتي تناول جانبا منها إعلان البحرين الصادر عن القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين وما شمله من مواقف عدة نحو مختلف القضايا الإقليمية والدولية كما أكد المجلس على دور الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي شهد حضرة صاحب الجلال الملك المعظم وفخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية مراسم التوقيع عليها في الدفع بمسار العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الصديقين نحو آفاق أشمل من التعاون المشترك ونوه المجلس في ذات السياق بما يليه حضرة صاحب الجلال الملك المعظم من اهتمام ورعاية انطلاقا من رئاسة جلالته القمة العربية بدورتها الحالية والتي تجسدت في الاجتماعات الثنائية التي يعقدها جلالته أي يده الله مع قادة الدول لمناقشة نتائج القمة العربية التي استضافتها مملكة البحرين ومخرجاتها ومبادراتها الطموحة تعزيزا لاستقرار وازدهار دول المنطقة كما أشهد المجلس بمضامين الكلمة السامية التي تفضل حضرة صاحب الجلال الملك المعظم رئيس الدورة الحالية للقمة العربية حفظه الله ورعا بإلقائها في الجلسة الافتتاحية لمنتدى التعاون الصيني العربية والتي أكدت على مواصلة الجهود لتنسيق المواقف وحشد الدعم اللازم لهدف السلام الدائم والدعوة إلى سرعة انعقاد مؤتمر دولي للسلام لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وقيام دولته الوطنية ووقف الحرب في قطاع غزة وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين بعد ذلك أشار المجلس إلى نتائج أعمال اجتماع الدورة الرابعة والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب التي استضافتها مملكة البحرين برعاية سامية من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم رئيس الدورة الحالية للقمة العربية رعاه الله والتي تم خلالها بإجماع الأعضاء إقرار مقترح مملكة البحرين المعني بالتعامل الإعلامي مع المبادرات التي تقدم بها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا إلى القمة العربية قمة البحرين بعدها وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى تسخير كافة الإمكانيات لتسهيل أداء حجاج مملكة البحرين لمناسكهم بكل يسر وسلامة ومواصلة الجهود لخدمة الحجاج وتوفير الخدمات اللازمة لهم معربا سموه في هذا الصدد عن تقديره للجهود التي تبدلها المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلبان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في رعاية حجاج بيت الله الحرام وخدمة ضيوف الرحمن ثم هنأ المجلس سمو الشيخ صباح خالد الحمد لمبارك الصباح ولي عهد دولة الكويت وذلك بمناسبة تعيينه وليا للعهد معربا عن تمنياته لسموه بدوام التوفيق والنجاح في خدمة دولة الكويت وشعبها الشقيقة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بعد ذلك وجه المجلس الشكرى لكافة الكوادر التعليمية والإدارية على جهودها المستمرة في رفض مسارات العمليات التعليمية وأتهيات النظام التعليمي والتربوي الذي يكفل التحصيل الدراسي المتميز للطلبة والطالبات متمنيا المجلس لكافة الطلاب في مختلف المراحل الدراسية التوفيق والنجاح وبمناسبة اليوم العالمي للبيئة أكد المجلس على همية مواصلة تعزيز الأمن البيئي من خلال استمرار تبني المبادرات والخطط والحلول المبتكرة ضمن خطط ومسارات التنمية من أجل الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها على كافة الأصعدة بعدها ثمن المجلس مبادرة فخامة الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة داعيا جميع الأطراف إلى الاستجابة الجادة والإيجابية لهذه المبادرة باعتبارها فرصة لإنهاء الحرب بشكل دائم وإطلاق صراح الرهائن والمحتجزين وإعادة إعمار القطاع وتوسيع التدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين دون عوائق مشيرا المجلس في هذا الخصوص إلى دعوة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه إلى سرعة عقاد مؤتمر دولي للسلام لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وقيام دولته الوطنية والذي أبدت مملكة البحرين لاستعدادها لاستضافته بما يسهم في خدمة القضايا الجوهرية لاستقرار المنطقة وتنميتها بعد ذلك قرر المجلس ما يلي الموافقة على المذكرات التالية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن الترتيبات التمويلية لبنك الإسكان مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على اقتراحين بقانون وثلاثة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بخصوص اتفاق استضافة المنتدى العالمي لسياحة الطعام الفين واربعة وعشرين مذكرة سعادة وزير شؤون البلدية والزراعة بشأن استملاك عدد من العقارات للمنفعة العامة كما استعرض المجلس مذكرة سعادة وزير الخارجية بشأن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الستين بعد المئة بعدها أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية بما يلي زيارة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعا إلى جمهورية الصين الشعبية نتائج المشاركة في الاجتماع الوزاري الموسع بشأن الجهود المبدولة لتنفيذ حل الدولتين المشاركة في الاجتماع الحادي والتسعين للجمعية العمومية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية المشاركة في الاجتماع السابع والعشرين للجنة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركة في أعمال الدورة العادية الستين لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي وأعمال جمعية الصحة العالمية السابعة والسبعين المشاركة في المؤتمر الاقتصادي والاستثماري لدول مجلس التعاون ودول رابطة الاسيان نتائج الاجتماع السابع والعشرين لوزراء الاعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعات مجلس وزراء الاعلام العرب الدورة الرابعة والخمسين ومهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون الدورة السادسة عشرة الزيارة الرسمية لسعادة وزير الصناعة والتجارة إلى جمهورية الصين الشعبية وهونغ كونغ نتائج المشاركة في المنتدى الاعلامي العربي للشباب